قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن بلاده ترفض أي إجراء يستهدف الأمن والسلام والاستقرار في العراق وداعينا الجميع للمساعدة بنقل السلطات بصورة هادئة في العراق نحن نرفض أي إجراء يستهدف الأمن والسلام والاستقرار على حدودنا مع العراق إن مثل هذه الإجراءات هي إجراءات مشبوهة كما وندعو الجميع إلى المساعدة بنقل السلطة بصورة هادئة في العراق